اشتركوا في القناة والدقائق السياحية الماتعة هنا يخرج الفوج الأول ولاحظوا الفوج الثاني الذي نحن فيه الآن مدة الرحلة إلى هناك والعودة تأخذ ساعتين شكرا الآن يبدأ تدخيل فوجنا وبهذه التذاكر وهو دخولنا وسندخل إلى الأعلى بإذن الله وها نحن الآن إن شاء الله مع هذه الأفواج السياحية التي تتوافد على متن هذا القارب أو السفيلة السياحية نحو جزيرة فكونوا معنا بإذن الله عز وجل هذا مبنى البلدية كما هو باين في هذا المقطع وبه قاعة الحفلات الموسيقية على الجهة اليسرى من الممكن أن يكون وقتها لا أريد شيئا تضع إلى هذا الماء من أنها كانت مفرعا ومعه كانت مفرعا حقاً مفرعا ونحن لم يكن لقد كانت مفرعا لأنهم كثيرا شكرا لقد تحتاجها لقد تحتاجها نعم شكرا عند شركات القارب السياحية تنقل إلى الجزر السويدية التي يبلغ تعداجها ما يزيد على ثمان وثمانين ألف جزيرة تضاربت المعلومات حول عدد الجزر المحيطة فقط بمدينة ستوك هولم حيث القرن أنا أكثر من ثمان ثمانية ألف جزيرة لكن يبدو أن السياحنا أفادوني بأن عدد الجزر يفوق أربعة عشر ألف جزيرة فقط في العاصمة ستوك هولم بل ما يزيد عن ثمان ثمانية ألف جزيرة في المملكة السويدية ككل وهذا أحد الجسور التي أنشئت على هذه القنوات البحرية كمثل قناة ليلة هذه التي نحن الآن نمخر عبابها عبر هذه السفينة هذه إذن جونة القارب نحو جزيرة درونغ درونغينغ هولم وإذا وصلنا إلى هناك سيكوننا محقات أخرى نتوقف خلالها مع أهم معالم تلك الجزيرة فكونوا معنا وابقوا فقط مع قناة طوف الشاعر هذا القصر الملكي الذي سنزوره بعد قليل سنزوره بعد قليل إلى هذه الجزيرة التي يوجد فيها القصر الملكي لزيارته سنزوره بعد قليل إلى قصر العائلة الملكية في جزيرة كونغينغ هولم أعيد تصحيح الأسم هو إذن دروت نينغ هولم دروت نينغ هولم حيث هذا القصر الملكي ولاحظوا عشرات السياح القادمون لزيارة هذا القصر الملكي هذا هو الاسم دروت نينغ هولم وهذا نموذجان لمدفعين بجوار القصر الملكي هاي طبعا بعض المعلومات عن تاريخ الملكات اللواتي والملوك الذين تولوا إمارة السويد فهذه مثلا كاتارينا ياقي لونيكا من عام 1526 إلى عام 1583 وهذه لوفيزا وهذه هيدفج وذاك هو غوستاف الثالث جمال القصر يكمن بمحيطه وبقلبه المحيط عن طريق المياه والأشجار وتعدد الجزر المختلفة أما القلب والقالب فبهذه الجدران العتيدة والأسوار الشامخة هذا نموذج احد رجال العرب العسكريين في جنباته محيط هذا القصر وهذا هو المدخل الخاص بالزوار وها نحن الآن داخل القصر انظروا هذه النقوش التي تزدان بها السقف والجدران والصواري ويبدو أن هنا شراء تذاكر الدخول هذه بنتنا الجميلة لمية حفظها الله هذه بعض الرسومات موجودة التي كانت احتفظ بها ملوك السويد هذه قاعة الأخرى بها هذه اللوحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن ننتقل إلى الدور الثاني العلوي لرؤية ما به من معروضات تاريخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المطقة ترجمة نانسية قنقر så det de hade var att de helt enkelt hade de här små sängarna, väldigt små och så fick vakterna sitta upp och sova där och det kan tyckas vara konstigt att de sitter och sover men det sågs faktiskt som väldigt bra på den tiden det var nämligen så tyckte de om man låg ner och sov så det här rummet kallas Oskarssalen Oskar själv har ni bakom er, sidan av det är Oskar den andra, kung av Sverige och Norge Oskar Benadott och ni är, ni känner säkert igen det här det här är ju lite utrum vi redan besökt det är mörkt, det är tungligt i juni det går ner så hade kungens ledare som är ganska folkligt lite som idag, han vill att det måste bli många vis وهذه صورة القاعة العامة The Hall of Generals كانت موجودة بعد وفاة أخوة الملك أو أخ الملك في عام 1718 للميلاد يعني في القرن الثامن عشر الميلادي لن نزيد على هذا التقرير حول القصر أمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر